لا يزال الأهالي في قطاع غزة يحدهم الأمل في الوصول إلى ذويهم تحت الأنقاض وفي بلدة زويدة التي تقع إلى الشمال الشرقية من مدينة دير البلح وسط القطاع يبحث الفلسطينيون تحت رقام المنازل المدمرة أملاً فالأثور على ذويهم أحياء كانوا أو شهداء مشهد متكرر يدمي القلوب قلوب كل من يتابع المأساة الإنسانية في قطاع غزة إلا سكان القطاع الذين اعتادوا مواجهة الاحتلال بصدور عارية لا تخيفهم غارة أو قصف أو اشتباك وسط هذه المباني المهدمة يبحث سكان وسط غزة بين الأنقاض عن روح لم تصعد لبارئها أو أشلاء وجثامين ذويهم وأقاربهم ممن سقطوا ضحية القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع هنا في الزوائدة خارج دير البلح يبحث السكان بين أنقاض هذا المبنى المدمر باستخدام المجارف ومنشار كهربائي وجرافة على أمل العثور على من لا يذالون محاصرين ويقول سكان الزوائدة إنه يعتقد أن 36 شخصاً على الأقل دفنوا تحت أنقاض المبنى بينهم 32 شخصاً من عائلة واحدة وعلى مدار أكثر من 135 يوماً أدى العدوان الإسرائيلي إلى استشهاد ما يقرب من 29 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال وتسبب العدوان في نزوح حوالي 80% من سكان شمال ووسط غزة إلى جنوب القطاع فيما يواجه معظمهم خطر المجاعة والأوبئة اشتركوا في القناة